هذا الكلام تجده مفصل في مذكرات باجانيف وهو السكرتير خاص لستالين وتكلم عن كيف تستخدم الاستخبارات والمخابرات السوفيتية المرجعيات الدينية في إيران للتأثير على الشعوب والسيطر عليهم بدأ الملك عدة حركات لمحاولة تطوير سواء القطاع النفطي أو بعض الأمور لتحسين الاقتصاد في إيران من ضمنها الثورة البيضاء لترك النظام الاقتاعي وانتقال للنظام الحديث بدأ يحاول أنه يوقف امدادات النفط لأوروبا وإنما تبدأ إيران هي التي تعمل وتصنع هذا القطاع النفطي المهم في إيران بدأت عدة تغييرات ولكن كان ضعيف في قراراته كان عنده أفكار موجودة لكن التنفيذ كان سيء وذلك يعني بتأثير كبير من الملكة فرح له زوجته في إشكالية أخرى وهي قوة الحزب الاشتراكي الذي كان ينافس بشكل كبير وكان مدعوم من الاتحاد السوفيتي لذلك تقرر أن يتم استبدال الملك ولكن من يضعون لذلك فكروا في الرجل القوي وهو تيمور باختيار بأن يعني يعمل انقلاب عسكري لم ينجح بدأ خرج خارج إيران وبدأ يمارس نشاطه كان مستخدم من قبل المخابرات الأمريكية للتأثير فقتل عام 1970 بعد ذلك بدأوا يفكرون في رجل آخر طبعا أثناء العمل كان باختيار يقترح على المخابرات أن يستخدمون روح الله الخميني نظرا للتأثير الديني على حوزة قم وكذلك على الشعب الإيراني الذي كان يميل إلى التدين أيضا لثقافة الضحلة الثقافة كانت غير جيدة كلها تنحصر في الفقه ونكاح الحيوانات والصلاة على الكواكب الأخرى ثقافة العامة لم تكن جيدة فمن الممكن الاستفادة منه واستغلاله للتأثير على العوام والناس المتدينين خرج الخميني وبدأ يتكلم ويدعو للخروج على الملك والتظاهر فبدأت جميع الدول الأوروبية تستقبل هذه الأشرطة وهذه المحاضرات التي كان يلقيها تخيل كانت البي بي سي تذيع خطب ومحاضرات الخميني ودعوته للتظاهر والحرية ونفي الملكية والعقودية حسب مفهوم أنه لله وللإمام القائد فهذه الأشياء كانت تذاع في البي بي سي التي كانت ناطقة باللغة الفارسية تقررها إزاحة الملك وأيضا التأثير عليه يخبرون أن هناك تيار قوي لكنهم كانوا يخشون من الاشتراك لذلك لم يحركنها وإنما بدأوا إنتاج تيار جديد تيار ديني يؤثر على الملك وليس له ارتباط بالاتحاد السوفيتي بدأت أشرطة ومحاضرات الخميني تنتشر وكانت ميسرة لجميع الأشياء وكان يحصل على الأموال بمجرد أن ينتجها كانت أشرطة توزع وكانت تدخل إلى إيران في حقائب دبلوماسية كانت توزع وكان الحركة نشيطة لإظهار حزب ديني قوي غير اشتراكي حتى تسقط الاشتراكية والملك يبقى خايف وتظهر فرقة أخرى جديدة مؤثرة قد تغير المسرح السياسي في عام 1973 واقع الخطأ الذي لا يغتفر بالنسبة للملك ولم يغفروه الغرب لمحمد رضا بهلوي ففي حرب أكتوبر دعم مصر ضد إسرائيل لذلك هذه الحادثة لم تمر مرور الكرام وقد تقرر من تلك اللحظة أنه يجب تغيير الملك وإظهار شخصية جديدة فتم التركيز على روح الله الخميني من أجل أن يكون هو المسيطر ويكون لعبه في يد الغرب بدأ يتحرك بشكل كبير فبدأت طهران تتواصل مع بغداد من أجل إخراج الخميني لأنه بدأ يؤثر بشكل كبير على الشارع ويدعو إلى المظاهرات ومما سبب وضعف الملك وضعف الإدارة في دولة محمد رضا بهلوي أصبح الوضع سيء جدا وافقت بغداد على إخراج الخميني استقبلت فرنسا الخميني روح الله الخميني وكان معد له كل شيء وضعه في قرية اسمها نوفيل لوشاتو في المكتب المقابل له كانت المخابرات الأمريكية وكذلك المخابرات الغربية استقبله استقبال الملوك وبدأوا يفر له جميع سائل اتصالات حتى أن الهاتف لم يكن موجودا عند السفارات والرؤوسات الدول وفروا له هاتف وكان يتحدث وتداع مباشرة في الإذاعات الغربية البي بي سي طعا الناطق باللغة الفارسية عندما تقرر إخراجه من النجف لفرنسا انتقل إليه إبراهيم اليزدي وهو إيراني ويحمل الجنسية الأمريكية وهو كان ضمن المخابرات الأمريكية استقبله في النجف وهي له جميع الأشياء وكان هو الناطق باسم الخميني وكان هو الذي يحاور الصحف وكان مهيئ لكل شيء لما وصل إلى سدة الحكم الذي هو الخميني كان هو وزير الخارجية من أغرب الحوادث الدولية أن يكون وزير الخارجية يحمل جنسية أخرى كان يحمل الجنسية الأمريكية المهم إبراهيم استقبله في النجف ثم انتقل به إلى فرنسا إلى قرية نوفي اللوشاتو بدأت الصحف تتقابل معه بشكل يومي وكانوا يصورونه بأنه قديس نزل على هذه الأرض بل أنهم يمثلوه بأنه منقذ للبشرية وبدأ يتكلم عنه المفكرين والصحف صحيفة لومون كانت تعمل بشكل يومي على تغطية يومياته كان عندما يخرج للصلاة كانوا يوقفون الطريق له ويذهب للصلاة كان المصورين وضعوه كقديس وصل إلى هذه وأنه منقذ للبشرية وصوروه بشكل عجيب وبدأت صحيفة لومون تتكلم عنه بشكل يومي وتقارير قبل خروجه من النجف توفي ابنه مصطفى ابن مصطفى هذا كان وزنه 147 كيلو وكان يعالي من مرض السكر فأتته أزمة قلبيه وتوفي طبعا صور الشاه هو الذي قتل مصطفى فكانوا يسمونه بابن شهيد وأبو شهيد أبوه مصطفى الذي قتله الفلاح الفقير وابنه الذي مات من السمنة بسبب كثر الأكل فبدأوا يقولون أن هذا رجل عجيب أنه ابن لشهيد وأبو لشهيد مصطفى هذا الآن في أحد الطرق في إيران مكتوب الشهيد مصطفى روح الله الخمين استمرت نشاطاته بشكل قوي من قرية نوفي اللوشاتو وكانت ترسل الأشرطة عن طريق الحقائب الدبلوماسية وتدخل إلى إيران وتوزع البي بي سي تذيع خطب محاضراته الثورية يعني الكل يعمل على وضعه أنه الإله المخلص أو القديس المخلص في عام 1979 أمر الخميني بإحراث سينما ريكس كان في فرنسا كان يصدر أوامره لجمعياته الإرهابية في إيران كان الفيلم يتعلق بالأطفال والمراهقين فكان أغلبهم عوائل وأطفال قتل في هذه الحادثة 477 شخص لم يتحرك أي أحد وسجلت هذه البراعة الاختراع باسم روح الله الخميني فهو صاحب براعة الاختراع للأحداث الإرهابية الجماعية بعد ذلك استمر الحرق جميع يعني كثير من دور السينما في إيران وبدأت الفوضى تزيد والخناق يشتد على الملك في أحد المواقف وهي الشعر التي قصمت ظهر البعير تعمد كارتر أن يوقع بمحمد رضا بهلوي بطريقة عجيبة كان متجه إلى الهند في راس السنة فغير وجهته واتجه إلى إيران للاحتفال ليلة راس السنة إيران لما ساءت الأوضاع وخرجت مظاهرات ضخمة وطالبت برحيل الملك قرر الملك الخروج فبالفعل وضع أحد الوزراء إن الملك رفضت فغيرت وضعت وزير آخر يدير الدولة ثم خرج إلى خارج إيران وبعد ذلك أتى روح الله الخميني الذي كانوا يلقبونه بالإمام وكانوا يقولون أنه المهدي المنتظر وكانوا يقولون أنه هو الإمام الثاني عشر وصل إلى إيران عندما نزل من الطائرة في أول كلمة له قال أن العراق والخليج هي ضمن الإمبراطورية الفارسية ويجب أن تعود لها ما الذي حدث عندما كان هو المرشد أمر بقاتل عشرات الآلاف عشرات الآلاف تم سجنهم وقتلهم وضع النائب العام أحد المعممين وهو الجلجاني كان نائب العام وكان يطالب المحكمة بإصدار الأحكام في أحد الوزراء حاكموه فأمر القاضي بسجنه عشر سنوات نزل النائب العام الذي هو الجلجاني وأطلق ثلاث طلقات على الوزير وقتله في المحكمة بعد ذلك بدأت تعقد المجالس الثورية المجالس الثورية هذه أشبه بمحاكم التفتيش فأي شخص لا يقتنعون بتصرفاته كان يعتبرونه عدو لله وكان يتم إعدامه مباشرة تم تطبيق محاكم التفتيش في عصرنا الحديث في الثورة التي قتلت عشرات الآلاف وسجنت مثلهم بشكل جنوني انصدم العالم الغربي والكتاب الذين كانوا يكتبون سابقا عن هذا الرجل القديس الذي سوف يغير العالم ويطور العالم انصدموا بتصرفاته وعدد القتل الحيفة لومان عندما كانت تحتفل بعد السنوات ذكرت جميع الأمور التي كانت تغطيها ثم قفزت المرحلة التي كانت تذكر فيها الخميني مرحلة من عام 75 حتى عام 85 هذه المرحلة تجاوزتها وكأنها غير موجودة في التاريخ لم تعتذر ولكنها حاولت تنسى ذلك الموقف كثير من الكتاب الذين مجدوا الخميني ندموا على تلك الفائلة عندما رأوا تصرفاته وقتله للناس بالعشرات اقرأ الكتب التي صدرت بعد عام 2008 عندما نشرت الوثائق السرية في هذا الكتاب سوف تجد كثير من المصادر والوثائق التي نشرت وموجودة وموثقة ايضا شهادة بعض الاشخاص الذين عاشوا في تلك الفترة وتم اعدام اقاربهم واصدقائهم لقد صدم العالم بتصرفات هذا الرجل ويقول ريغين ان وجود هذا الرجل المجنون في هذا المكان من السلطة انما هو نتيجة اخطائنا في الختام ادام الله بقاءكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اشتركوا في القناة